السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الشراء السيارات حلقة النهاردة مهمة جدا لكل واحد بيشتري او بيستلم عربية زيرو والاهم ان هي مهمة جدا لموزعين السيارات وتجار السيارات الزيرو يعني الحلقة دي انا بوجه فيها رسالة لموزعين وتجار السيارات الزيرو لان هما بيعملوا حركة سوى باصد او بدون قصد بتعمل مشاكل كبيرة او في العربية والحركة دي ما بتبانشى لبجهاز كشف اعطال متخصص يعني مش اي جهاز هيعرف ان هو كمان يكشفها خلونا مبدئيا نتعرف اي الموضوع النهاردة المفروض ان انا بستلم عربية سيات ارونة 20-21 خلونا مبدئيا نبص على جهاز كشف الاعطال ارى عليها ايه زينا احنا شايفين الجهاز الصغير هنا اللي هو المفروض ان انا بجيب بقرة بالعددات او بقرأ الاعطال المبدئية هتلاقيه مكتوب هنا دي تي سي انزي سي يو زيرو يعني المفروض ان هي مش مسجلة اي اعطال جميل اعربية زيرو هتسجل اعطال ايه كلام محترم المفروض ان اعربية زيرو مش هتسجل اعطال خلينا بقى نركب عليها الجهاز الكبير خليكم معايا دلوقات يا جماعة احنا وصلنا الجهاز بتاعي تشفي الاعطال الكبير نفس العربية وركز بقى معايا وتفرج هنا العربية مسجلة كم عطل العربية مسجلة 45 عطل انتم متخيلين احنا خلينا نشوف هنا كده اده 6 و 7 و 8 و 9 و 2 و 11 و 18 و 19 و 21 و 29 و 29 و 39 و 31 و 32 و 38 و 36 و 44 و 1 و 45 عطل كاملين نفس العربية هي هي ما عملناش فيها اي حاجه والمفروض ان العربية زيرو ومسجلة خمسة واربعين عطل طيب الخمسة واربعين عطل دول ايه يعني العربية زيرو تسجل خمسة واربعين عطل ايه بصوا بقى ركز معي هتلاقي ان كل الاعطال دي مكتوب هنا ايه Lost communication with anti-look break system اي ب اس لاحظوا ايه الموضوع وايه هي الغلطة وايه هي التركاية وايه هي القصة بتاعت النهاردة وموضوع حال اثناء بصوا جماعة ركزوا معي ايه هو للموجهة لكل الموزعين وتجار السيارات الموزعين وتجار السيارات لما بيجو ينقلوا العربيه من مكان لمكان مش هينقلها على كساحة يعني لما بيجي يأخذها من الوكيل بتاعها مثلا في القاهرة او في اسكندريا او من الميناء او من اي مكان وهيوديها الفرع بتاعه مثلا الف 50 غالبا بيوفر طمعak الكساحة يعني اللي هي العربية اللي هتشيلها ويروح جايب العربية متساقة فلما بيجي بها متساقة سواء اللي بيسوق العربية فالعربية كلا هتسجل كلوات يعني مثلا لو فرضنا ان هي فضوميات وهو جاء من القاهرة هتسجل لها 250 كيلو فبيروح عامل ايه بيروح جاي فاصل الفيشة بتاعت جهاز الاباس بيروح جايين شايلين الفيشة بتاعته طيب اللي بيحصل كالقاتي العربات الجديدة كلها بلسسنا المفروض ان هي بتبقى على مجموعة كنترولات كنترول العددات كنترول الموتور كنترول الاباس كنترول المرايات للإزاز كل حاجة ج目زة الاباس اللامبة وفي من فرام فيه كمبيوتر رئيسي يبدأ ان هو يتحكم في الحاجات كل هذه لما الكمبيوتر الرئيسي يلاقي ان الاباس اللي جاياله من الاباس اللي هي طبعا من الاربع عجالات من الاربع حساسات الفكرة مش في جهاز الاباس بتاع الفرامل بس لiablerut saktha الادزام otro يبدأ ان هو يحصل عنده مشكلة فيبدأ ان هو يسجل اعطاء اللي انتم شاهدنا دي كلها خمسة واربعين عطل طيب برضو تاني ايه المشكلة ايه يعني الخمسة واربعين عطل انا امسحهم دلوقتي هتلاقي بقى المشكلة مش في الخمسة واربعين عطل المشكلة دلوقتي ان في عربيات كتير من الحاجات الحديثة لما بيروح حد متزاكي ويروح فاصل الفيشة بتاعة الاب اس عشان يركبها وما تسجلش معك لقوات يروح عامل ايه بيروح الفيتيس بتاع العربية داخل على حاجة اسمها سيف مود السيف مود دي يبدأ ان هو يمشي عن نقلة التالتة بس عن نقلة التالتة بس فتخيل بقى ان هو يمشي 200 كيلو او 300 كيلو عن نقلة التالتة بس دا يعمل اف الفيتيس طبعا بجانب ان هو بيسجل اعطال كتير زي اللي احنا شفناها دي وبيخلي حاجات كتير في العربية فهم مشاكل يعني العربية وهو انت فاصل الفيشة بتاع جهاز الاب اس انت الفرام الاب اس مش موجودة نظام السابقات الإلكتروني مش مش شغال اه اه الاب اس الاب دي اه الاس ار اي حاجة اي حاجة اي حاجة بريك اسست كل الانظمة بتاعت الدعم مش موجودة ام هيش شغالها اصلا خالص بجانب ان انت هتبقى ماشية تبلو كل حاجة فيه منواره لما الاعطال كل لمبات بتقول ان في مشاكل في العربية هتلاقيها منواره معك بنعرف منين زي ما قلتلك بتعرف عن طريق حاجتين يا ايما ان انت تيجي الدورة العربية وانت لسا مستلام هزينه من المعرض وتلاقي لمبات كتير من وراء معاك او مسجلة اعطال كتير يبقى دي واحد اثنين ان انت تجيب حد طبعا زي ما انا باجي كده حد متخصص بيجي يكشف على العربية بجهاز محترم لان زي ما قررتكم ان جهاز كشف الاعطال العادي ما ما يسجلش حاجة ما بيينش معنا حاجة على عكس الجهاز المتخصص الجهاز الكبير المتخصص اللي هو بتاع التكويت بيبدأ ان هو يقرأ لك الاعطال الكتير اللي التاني مشايفها اصلا فالموضوع يا جماعة خطير جدا طيب ايه رسالة هيا بقى اللي بنوجهها وانت بتسلم عربيتك الزيرو حاول ان انت تكشف عليها كويس وتتأكد ان العربية مش متساقة لان هي لو متساقة فاذا بقى الله اعلم هو جرى بيها جامد حرقها انت بتبقى يعاني جاء بالعربية بقى ويقول لك ايه التاليين ويمش عليها على الهادي ومجبسه سرعة مية ومتشغلش تكييف ومش عارف ايه غالبا طبعا السواء اللي بنقالها من مكان للمكان ولا هيلتزم بقى ايه كلام فاضي من ده وهو عايز يوصل بسرعة لو عارف انها هيجيب بها المتين كيلو هيجيبهم طبعا مش هيمشي في الحر وهو مش مش مشغل التكييف عشان عربيتك انت هتخلها ان شاء الله التكييف لسه ومشتغلش هيشغل الام وهيعمل كل حاجة وهيجيبه عرابة وهيعمل كل حاجة فمبدئيا هي حاجة مش مستحبة يعني مش مستحبة ان العربية تيبقى جاية متساقع واحساس ان انا تاني يدي لها وانا بشترع عربية زيرو فهو احساس مش حلو الحاجة بقى التانية المهمة ان اه يعني حصل ده ليه نفس الابس يعني الرجاء اللي انا برجوه من كل الموزعين وتجار السيارات ما تفصلش ما تفصلش الفيشة بتاع الجهاز الابس لان في بعض عربيات زي عربية مثلا كانت عدت عليها قبل كده دي اس سيفن سجلت اعطال كتير ومرضتش انها تتعالج يعني هي وقت سابت مشكلة في العربية يعني فصلة الابس دي علشان يمشوا بيها ويسافروا بيها وما تسجلش كله وقت عملت مشكلة في الكنترول الاساسي عملت مشكلة في العربية ودخلتها في مشاكل ولو كان المشوار طويل يعني لو مسلا من القاهرة للصعيد والعربية فضلت ماشية برضو بالغلطة دي غالبا بتضر الفيديس بتاعها اللي هو الجير بتاعها فبيحصل فيه مشاكل فالموضوع مهم جدا وانتوا عرفين الامان انا عاقف ان ممكن موزعين وتجار كتير يزعلوا مني يقول لك احنا طب ما احنا هنعمل اي احنا مش هنجيب العربية متحملة حتى لو مش هنجيبها متحملة بص يا صاحبي اتفق مع صاحب العربية وانت بتتدامله من الاساس العربية جاية من القاهرة يا حبيبي لحد هنا متساقة فاحنا مش هنفصل للفيشة لا احنا هتلاقي العربية مسجلة في العداد متين كيلو مية وخمسين كيلو تلتميت كيلو انما بلاش تفصله بلاش تفصل للفيشة لان برضو للموزعين والتجار بعض المرات ومع العربيات العالية اللي هت ستجد العربية معديها نص مليون و تلاتة اربع مليون العربات دي لما تروح شايل الفيشة ستجد تجد نفسك وقعت نفسك في مصوبة كبيرة ستجد العربية ستتعاملها معك مشكلة اكتر من مكسبك فيها مت مرة فبلاش الحكاية دي يبقى الناس اللي هتشتري يخلي بالكم والناس اللي بتبيع بلاش تعمله الفكرة دي الفكرة دي مستليمة وخاصة لو كانت بتمشي مع العربيات بتاعت زمان وكانت بتعدي العربيات الجديدة يا جماعة والعربيات التقيلة الحديثة كلها بتزعل او من الحكاية دي وممكن انها تزعل لك فنصيحة من اخ لكل اخواته متلعبوش اللعبة دي ولو كان الموضوع انت شايف ان هو مهم حاول ان انت تشعروا الناس كتير بس لان هو انا شايف ان هي معلومة مهمة ومش اي حد هيقولها لك طبعا لان ما حافش حد هيرضى ان هو يخبط في موزعين وتجار السيارات ولكن انا بقول لهم دي حاجة نصيحة لوجه الله زي ما احنا متعاولين مع بعض الى دايما اشوفكم بازن الله على خير في تركيات جاي كتير وحلقات جاي اكتر ويه السلام عليكم